أزمة العمل في تونس تتعقد يوما بعد يوم وأضحت هاجسا يؤرق المسؤولين وحملي شهادات العليا في البلاد وتصدرت قائمة أولويات الدولة والمواطن على حد سواء خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها البلاد وعجز الدولة عن الاستجابة لتطلعات العاطلين عن العمل علي شاب تونسي واصل رحلة بحثه عن العمل التقاه الزميل جمال لعريبي وعاد بهذا التقدير ككل صباح يخرج علي في رحلة بحث جديد عن عمل يكفيه شر السؤال والحاجة فبعد تخرجه تحايل علي على البطالة من خلال أعمال بسيطة ومؤقتة في انتظار أن تسمع له الفرصة بأن يجد عملا يحفظ كرمته اسمي علي عمري 30 عام خريج زوز جامعات متحصل علي جازة في الألمانية اختصاص تجارة دولية وعلى الماجستير في الصحافة الإعلام المكتوب والإلكتروني تخرجت 2011 ولوجت على خدمة غير اختصاصي في دي سنتر دابيل في شركات حتى أعمال تتسمى مهنة يعني متاع واحد بش يدبر بهم مصروف وبش ما يمدش يدو للعائلة وغيرها مصيري كي مصير مئات من حاملي الشهادات العليا في تونس الشغل أصبح يعني أنك تطرق بأبواب المؤسسات الخاصة التي أغلبها ما تحترمش الشروط العمل التي نص عليها القانون طرق العديد من الأبواب التي ظلت مغلقة بالرغم من المؤهلات الجامعية التي يمتلكها إضافة إلى تمكنه وإتقانه العديد من اللغات مع كل هذه المؤهلات لم يجد منصب شغل ويواصل على رحلته في بحثه اليومية كل يوم نسميه أمل جديد كل يوم نلوج على فرصة عمل كل يوم نلوج في مواقع الأنترنت التي تطلب فيها الشركات والمؤسسات تقدم فيها عروضها للحاجيات الموظفين وإلا عملها وإلا حسب البزوان تاحهم في الصحف كيف كيف على أمل أن نلقى خدمة قرار الباحث عن العمل في تونس أصبح وقتي يعوضه قرار الهجرة إلى موراء هذا البحر فرصة العمل في تونس أصبحت شبه مستحيلة حسب رأيي وحسب رأيي فئة كبيرة من الشباب الأفق معدوم يعني ما فيش بسيس أمل في المستقبل لهذا فالهجرة تعتبر ضرورة حلم علي بالهجرة جاء بعد مرحلة البحث المضني عن عمل وقرر الهجرة إلى موراء البحار علّه يجد من يقدرون مؤهلاته العلمية ويعطونه الفرصة التي انتظرها كثيرا في بلاده جمال عرب الأخبار الآن تونس تونس